محمد نابين بالعبدالله لعلها زيارة بدلالات عميقة بالنظر لظرفية العصيبة التي يجدزها الشعب الفلسطيني فعلا زيارة بدلالات عميقة كما قلتم حيث أننا منذ أن وطأت أقدامنا الأراضي الفلسطينية ودخلنا عبر أريحة بالأمس صباحا ونحن نحيا لحظات دقيقة جدا بحيث أن القضية الفلسطينية وصعوبتها وتعقدتها نلمسها اليوم بشكل أدق من خلال ما لاحظناه في الدفة أم ناهيك على ما يحدث في غزة في الدفة من مضايقات مستمرة ومن اختراق حقيقي للواقع الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني ووفد حزب تقدم الشركية الذي تلقى استقبال حافل ونشكر على هذا المستوى فخامة الرئيس محمود عباس على إشرافه على هذه الزيارة لقينا استقبالا هائلا لأن هذه الزيارة بالنسبة لإخواننا الفلسطينيين تفتح آفاق وهي أول زيارة لحزب سياسي مغربي تفتح آفاق بالنسبة لضرورة التعرف عن كتب عن هذا الواقع الفلسطيني كيف يعيش الفلسطينيون الاحتلال كيف يتم اختراق الواقع الفلسطيني بالاستيطان كيف يتم اختراق الواقع الفلسطيني بالمضايقات المستمرة المراقبات وكل ذلك لا يتني الشعب الفلسطيني على أن يواصل مصاره من أجل البناء طيب أنتم كوفد حزبي عينتم تجليات الظروف العصيبة التي يجتزها الشعب الفلسطيني لكن كيف يمكن لمثل هذه الزيارات أن توجه رسائل سياسية إلى إسرائيل وإلى المنظمية الدولية الفلسطينيون الذين التقناهم كلهم يلحون سواء تعلق الأمر بدولة الرئيس رئيس الوزراء أو تعلق الأمر بالأخ عباس زاكي أو بيباقي القيادين في حركة فث وفي منظمة التحرير وسنلتقي بعدد من المسؤولين الآخرين كلهم يرحبون ويعتبرون بأن هذه الزيارة تشكل دعما ملموسا دعما معنويا لأنهم في أمس الحاجة إلى أن تأتي إليهم مفوض من دول مختلفة دول عربية والمغرب يحظى بحضور مميز فوق الأراضي الفلسطينية بالنظر لدور المغرب لدور صاحب الجلالة في دعم القضية الفلسطينية عبر أساسا لجنة القدس لكن كذلك لكل الفعاليات المغربية التي ما فاتئت تقدم هذا الدعم فجئنا في مبادرة متواضعة لحزب تقدمه الاشتراكية لنسير في هذا الاتجاه ولنقول بأن الشعب الفلسطيني في الدفة والقطاع له أصدقاء له إخوة له من يدعمهم وسيظلون إلى جانبه من أجل نصرة القضية الفلسطينية والتغلب على الأوضاع المأسوية التي يحيها الشعب الفلسطينيين الرسالة واضحة لا لبس فيها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبدالله شكرا على تلبية الدعوة كنت معنا مباشرة من رام الله بالضفة الغربية